هجوم وتصريحات واعتزار وقبول الاعتزار القصة الكاملة لغضب جمهور شادية من نادية الجندي اهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم انا وهي هو النجوم لو اول مرة بتشاهد القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ولو الفيديو عجبكم ياريت لايك وكمنتو شير تعرضت النجمة الكبيرة نادية الجندي لانتقادات من اسرة وعشاك الفنان الكبيرة الراحلة شادية بعد تصريحتها المسيرة مع الاعلامية وفاء الكلاني في برنامج السيرة التي قالت فيها ان الفنان الراحلة عمد حمدي هو من صنع النجمة شادية ثم تمردت عليه واصبحت عقدة لزمته ثم ازدادت العقدة مع تقدمه في العم فتوهم انها من الممكن ان تتركه اي نادية الجندي بعد نجاحها ووجهت حسابات وصفحات محبي وعشاك النجمة الكبيرة الراحلة شادية انتقادات لتصريحات نادية الجندي حيث ردت احدى هذه الحسابات قائلة شادية قبل زواجها من عمد حمدي دخلت في عالم الفن عام 1947 بدور البطولة في فيلم العقل في اجازة ثم اصبحت نجمة الشباكي الاولى في هذه الفترة لمدة تزيد عن 6 سنوات مثلت في هذه الفترة ما يزيد عن 54 فيلما اي ما يعادل تقريبا نصف عدد افلامها التي قدمتها في مشوارها الفني غنت في هذه الفترة اكثر من 100 اغنية قامت بادور البطولة مع العديد والعديد من الممثلين فكانت بطلة مع كمال الشناوي واسماعيل ياسين وعمر الحريري ومحسن سرحان وشكري سرحان ومحمد فوزي واضافت كما لم يكن هناك شخص في هذه الفترة لا يعلم من هي شادية الا ان التقت بعمد حمدي في كتار الرحمة الذي كان يجمع كبار النجوم يقدمون العديد من المساعدات متنقلا بين الكرة والبلدات المصرية وكانت شادية من اوائل هؤلاء الفنانين لتلتقي بعمد حمدي ثم يحبها ويتقدم لخطبتها وتوافق ثم يتزوج لمدة ثلاث سنوات ثم ينفصل بسبب خلاف دار بينهما وليس تمرد من شادية ولم تكن علاقتهم بعد التلاق سيئة ابدا بل قدموا اعمانا لا تنسى وكان بينهم الاحترام المتبادل كما زلت شادية محتفظة بلوحة من لوحاته التي رسمها في غرفتها وزلت تسأل عليه حتى في ايامه الاخيرة ولم يقل كل منهما بعد التلاق كلمة تعيب في حق الاخر او تهينه وتابع عشاك دلوعة السينما اذا اين هي شادية التي صنعها عماد حمدي فهي كانت نجمة من قبل ان تتزوجوا فمن يجرؤ ان يقول ان عماد حمدي هو من صنع شادية اما عن ندي الجندي فلا اريد ان اتكلم عنها واوضح احد عشاك شادية لكن الذي اود ان اقول ان شادية نجمة لم يصنعها احد كانت فنانة موهوبة ومحبوبة من الجميع هي من رسخت نفسها في ذاكرة الجمهور ليس بادوار لطاليك بها في مقابل الشهرة ولم تشتري الالقاب التي لقبت بها فجمهورها هو من لقبها بها لم يقدمها عماد حمدي للفن بل قدمت هي نفسها واحبها الجمهور فكانت الفنانة شادية معبودة الجماهير وسيدة الشاشة المتوجه رغما عن ان في اي شخص بفضل الله ثم بمجهودها ومن جانبها حرست الفنانة الكبيرة ندي الجندي على الاعتذار بشأن تصريحتها والرد على هذه الانتقادات حيث قالت من خلال التعليقات على هذا المنشور شادية فنانة وانسانة عظيمة ولم اقصد اي اساءة اطلقا ولم يصدر على لساني هذا الكلام كل اللي اصدته ان سبب تلقها ومعاناتها من الراحل عماد حمدي هو الغيرة الشديدة فقط لكن طول عمري اكني لها كل حب واحترام واشتغلت معاها في فيلم ميرامار الله يرحمها كانت عظيمة تحياتي للجميع وتسبب حديث الفنانة ندي الجندي عن الفنانة الراحلة شادية وعلاقتها بالفنانة عماد حمدي فقد بأسرتها وجمهورها وردت ناهد شاكر ابنة شقيق الفنانة شادية مستعينة بمنشور كتبه جمهور شادية وكتبت عبر حسابها على فيسبوك كنت عمالة بدور على رد مناسب على عنجهية دي مش عارفة اجمع صدمتي في وفاة الدكتور شاكر عبد الحميد ملخ بطاني والحمد لله جمهور شادية رد أحسن مني ألف مرة تحية وشكر لكل المحبين ربنا يسعد قلبك يا رب 82 سنة برضو كالترخير الدنيا وأضافت ناهد شاكر تاريخ زواج شادية من عامات حمدي 21 يوليو 1953 ومجموعة من بطولات شادية قبل زواجها من عامات حمدي ليلة العيد 1949 في الهوى سوى 1951 ليلة الحنى 1951 عاصفة في الربيع 1951 القافلة تسيل 1951 الدنيا حلوى 1951 قطر الندى 1951 أمال 1952 الهوى مالوش دوى 1952 بشرة خير 1952 أدم الخير 1952 بنت الشاطئ 1952 حياتي أنت 1952 ذلمت روحي 1952 حزق هذا الأسبوع 1953 أنا وحبيبي 1953 اشهادوا يا ناس 1953 بين ألبين 1953 كلمة الحق 1953 لسنك حصانك 1953 هذا بالإضافة إلى عشرات البطولات المشتركة مع العديد من النجوم في نفس الفترة ومن بينهم عامات حمدي نفسه وتبعت مخاطبة ناديا الجندي الخلاصة عامات حمدي لم يصنع شادية شادية صنعت نفسها بنفسها والجميع يعلم لماذا تزوجت ناديا الجندي من عامات حمدي وهو في عمر والدها أو جدها والجميع يعلم أيضا كيف انتهت تلك الزيجة مستواكي كان مجرد كنبارس مع شادية في فيلم ميرامال وكنبارس مع سعاد حسني في فيلم صغيرة على الحب أعرفي حجمك ولن نضيع وقت أكثر من ذلك للرد عليك ثم أعلنت ناهة شكري ابنة شاكري الفنانة الراحلة شادية قبلها لاعتذار الفنانة ناديا الجندي وذلك عبر صفحاتها على فيسبوك وجاء ذلك بعد حالة الجدل الكبيرة التي سببتها تصريحات ناديا الأخيرة ومن جانبها ردت ناهة شاكر على اعتذار ناديا الجندي عبر صفحاتها على فيسبوك وكتبت توضيح لم أقم مؤخرا بالإدلاق بأي تصريحات أو أحاديث عن السيدة ناديا الجندي هو تعليق وحيد على الول عندي وشلته لما أوضحت أحترامها وتقدلها لفن الفنانة شادية على الإنستجرام وكتبت ردها ومعاه كلمة شكر حدي جيب لي نص الكلام اللي مكتوب إن أنا اللي كتبته سكرينشوتة حتى وشكرا أدمن صفحة شادية وضح الموضوع في تعليق له وده كان تعليقي أمس اللي استمر على الول تقريبا عشر ساعات لحد ما السيدة ناديا الجندي سارعت بالرد وخلص الموضوع عمالة بدور على رد مناسب على العنجهية دي مش عارفة أجمع صدمتي في وفاة الدكتور شاكر عبد الحميد من الأخبطاني والحمد لله جمهور شادية رد أحسن مني ألف مرة تحية وشكر لكل المحبين ربنا يسعد قلبكم يا رب